اهلا بكم اصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي بنكمل مع بعض دراسة يونت ناين والنهاردة هناخد فيها listen to اللي مقسوم الى two parts هنبدأ مع بعض دلوقتي part one اللي بعنوان what could you do what could you do ماذا استطعت ان تفعل طبعا ده واضح كده من الدرس اللي هو language focus يعني درس grammar خلونا بس نبدأ الاول اللي الفوكاب بتاعتنا جديدة اتاليان اللغة الايطالية وممكن كمان يبقى معناها ايطالي شخص ايطالي بيزي بيزي مشغول قادر على فعل حاجة موينة يعني فرنش اللغة الفرنسية فرانس فرانس أو فرانس اللي هي دولة فرنسا مانث مانث يعني شهر كازين كازين يعني ابن العمى وابن الخير اميزد اميزد مندهش فاست فاست ممكن تبقى صفة معناها سرية ممكن تبقى adverb معناها بصرعة جيرمن جيرمن اللغة الالمانية كويكلي كويكلي بصرعة باسكتبول باسكتبول كرة السلة ايج ايج يعني عمر على طول هنبدأ في جزء اللي الجرامور بتاعنا والنهاردة هنه هنشوف استخدام can or can't تكسب رسا about ability and inability in present يوصل بالكلام ده التعبير عن قدرة او عدم القدرة في المدارة يعني عايزة اقول انا بقدر اعمل كذا هاقول I can do this thing مش بقدر هاقول I can't طيب تعالوا نقرأ الكلام اللي كذبه الاول بيقولينا when we talk about something we are or are not able to do in the present بيقول عندما نتحدث عن شيء بنقدر او ما بنقدرش نعمله في present we use can or can't طيب بتبقى تركيبته الجملة ازاي بالشكل اللي قدامنا ده ببدأ الجملتي بالsubject وبعد كده بحط can or cannot او ممكن اختصرها الى can't وبعد منهم بحط الverb في infinitive او او مصدر الفعل for example i can play basketball هالشيء برضو في present زي الجملة اللي فوق بقول هنا to make questions we change the order of the words to start with scan بيقولك عشان تعمل سؤال بنغير ترتيب الجملة وبنبدأ على طول ب السؤال بكان يعني بيبقى الترتيب بالشكل ده بحط can في الاول في اول الجملة وبعد كده الsubject بتاع الجملة فاعل الجملة اوكي هو ده او ده حاجة واحدة مش بلص وبعد كده الverb بتاعي في المصدر وطبعا بجاوب على السؤال ده اللي هو yes or no طبعا yes or no تعالوا نشوفي المسال بقول can you can you climate tree هل انت تستطيع انت تسلق شجرة فالاجابة بقول yes or no وناخد بالنا من اول كلمتين في السؤال بابدلهم في الاجابة بس طبعا مع تحويل you الى i يبقى yes i can or no i can't طبعا مع no لازم استخدم can منفية اللي هو can't طيب طب لو انا حبيت اعمل سؤال بكلمة استفهام اولا احنا بنسميه في الانجلش الwh question بيبقى ترتيب الجملة بالشكل ده ببدأ بالquestion word اللي هي كلمة الاستفهام وبعد من كده بعد من ها can وبعد كده subject او فعل الجملة وبعد كده الverb بتاع في infinitive for example بيقول لنا what can you do احمد what can you do احمد يعني ماذا تستطيع ان تفعل يا احمد شايفين باخدين بنا من القمة اللي قبل من الاسم اللي انا بسأله عشان افهم ان انا بندهله او بكلمه طبعا في الاجابة هيقول i can run fast انا بقدر اجري بصرة ناخد بنا من كل التركيبات الجمل سواء المثبتة او المنفية او السؤال بالنوعين بتوع كل اللي فات ده كان في present بسأل عن ability in present في المضارة طب لو عايز اسألك انت في الماضي كنت بتقدر تعمل حاجة معينة ففي الحالة دي مش هستخدم can ولا can هستخدم could or couldn't طيب تعالوا نشوف بقى بيقولنا هنا باستخدمهم to express about ability and inability in past في الماضي when we talk about something we were or weren't able to do in the past بيقولك لما تيجي تتكلم عن حاجة كنت قادر انك تعملها في الماضي او ما كنتش we use could or couldn't تمام بيتبقى تركيبة الجملة ازاي الشكل اللي قدامنا بابدأ جملة الخبرية طبعا بال subject الفاعل وبعد كده could or could not او ممكن اختصارها couldn't وبعد كده على طول بحط الverb بتاعي في ال على سبيل المثال على سبيل المثال بنغير ترتيب الكلمات في الجملة وبنبدأ طبعا start with could طيب تركيبة الجملة بتبقى ازاي بالشكل اللي عندنا ده could بعد كده subject وبعد كده الverb في ال infinitive for example could you ride a bike when you were three هل انت كنت بتقدر تركب دراجة عندما كنت عمرك ثلاث سنوات طبعا في ال yes or no question لازم بقى جاوب yes or no وبعد كده اول كلمتين في السؤال ببدلهم طبعا مع تغيير يوق لأ i يبقى في الاجابة هؤل yes i could or no i couldn't طب لو حبيت اعمل سؤالي اللي هو WH question اللي هو السؤال بكلمة الاستفاهم ده يبقى تركيبة الجملة ببدأ جملتي بالquestion board بعد كده could اللي بطلها قبل من subject وبعد كده الverb بتاعي في infinitive for example what could you do when you were little يقولينا ماذا كنت تستطيع ان تفعل عندما كنت صغير في الاجابة قال له i could swam well انا كنت بقدر اسبح بشكل جيد بيقولينا ناخد بنا ان احنا دايما we use can or can't could or couldn't with the infinitive without to يعني دايما لما بيكون عندي can بيجي وراها الفعل على طول في infinitive بدون محط حرف to قبل من الفعل وكذلك مع could and or couldn't ناخد بنا ده في المدارة وبيقولينا هي بتاخد الباص هي بأكيد ما كانتش بتقدر سوري ما هي ما بتقدر تسو في البريزنت للسيارة عشان كده هي بتاخد الباص يبقى she can't drive a car مش بتقدر to سو العربي my brother something count to ten when he was to عندما كان عمره سنتين يبقى كان الجملة ثانية في الباص يبقى كان الماضي بتاع كد or couldn't يبقى my brother طبعا ما عنديش حاجة في الباص غير couldn't my brother couldn't count to ten طيب last year العام الماضي اكيد الجملة تبقى في الباص we something travel to africa اكيد we الوحيدة اللي هي بس هنا اللي هي could we could travel to africa number five I couldn't say anything in german last year ما كنتش بقدر اقول اي حاجة بالالمان السنة اللي فات but now دلوقتي الان يبقى مفروض هنا present now I اكيد can اولا لان ده present can or can ولكن مش هستخدم can لان هنا but بتربط كمليتين موطن موقدتين يبقى ما كنتش بقدر اقول ولكن دلوقتي بقدر نكمل number six okay number six last year he something run very quickly but now he can ولكن دلوقتي بيقدر يبقى بنكلم عن حاجة في الماضي وطبعا اكيد تبقى منفية عكس الجملة التانية يبقى he couldn't run very quickly number seven you play the piano when you were a child لما كنت طفل صغير يبقى كنت بس الف الب يبقى اكيد could could you play هل كنت بتقدر number eight sorry I something help you with your homework I am busy انا مش ه يبقى هي يساعد ولا مش هي اكيد sorry I can't help you تم okay branch of a tree branch of a tree يعني فرع شقر shelter shelter مأوى shelter exhausted exhausted مرحق exhausted trunk of a tree trunk of a tree جزة الشقر عندنا كلمة كمان okay نبدأ okay fable fable حكاية رمزية هي equal كلمة fiction اللي احنا عرفينها اللي هي الحكاية الخيالية حاجة not real or non fiction بس it's okay fable means fiction land land يعني ارض famous famous مشهور rest rest استراحة country country دولة area area منطقة shade shade ظل breeze breeze ناسين اللي هو الهواء اللطيف في الصيف أو في الحق useless useless عديم الفائدة comfortable comfortable اللي هو مريح tired tired متعب both both كلاهما اوكي بنكمل ناحية تانية value value قيمة أو مكانة value wide wide عريد nuts nuts مكسرات travelers travelers اللي هو المسافرين trader 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 tager field field ساحة أو حقل اللي هو الغيك مثلا idea idea فكرة hungry hungry جاء ungrateful ungrateful ناكر للجميل وطبعا الأوبزيت بتاعتها grateful grateful يعني حد بيمتن أو بيشكر الآخرين على أي حاجة بيعمل هالو grateful طبعا الأوبزيت بتاعنا أو كلمتنا النهاردة ungrateful probably محتمل probably محتمل dry dry give meeting point meeting point يعني ملتقى أو نقطة الارتقاب ما بين الطرق أو ما بين المدن مع conjugation of verbs نبدأ بالregular verbs الأول rest rested يستريح enjoy enjoyed يستمتع save saved ينقذ وأحيانا المعنى هي الدخل thank thank it يشكر مع المجموعة الثانية اللي هي regular verbs give give يعطي fall fail يسقط أو يقاين wake walk يستيقذ keep kept يحفظ معنا some important expressions and prepositions نبدأ مع بعض move across move across يعني يتحرك أو ينتقل عبره fall asleep fall asleep يستغرق سريعا في نوع يقع أو يغط في النومية look up look up ينظر العالة look around look around ينظر حول feel sorry feel sorry يشعر بالحزن a meeting a meeting point four a meeting point four نقطة التقوء لي wake up wake up يستيقذ keep us cool keep us cool تبقينا باردين neither of neither of أي منهم يعني ولا واحد منهم طيب عندينا دلوقتي some words and definition بدأتها نبدأ مع بعض a breeze اللي هو النسيم is a little wind هو رياح خفيفة useless useless اللي هو عديم الفائدة when something is useless we can't use it ما بنقدرش نستخدمه ungrateful ungrateful اللي هو ناكر الجميل when someone is ungrateful they don't thank others for doing something good طبعا الأشخاص ناكر الجميل ما بيشكروا شحد على فعل أي شيء لهم كويس comfortable comfortable مريح when something is comfortable it's nice to sit on or wear طبعا بيوه معنى لما الحاجة تكون مريحة بيبقى لطيفة ان احنا نقعد عليها او نرتدي meeting point meeting point نقطة الالتقاء is somewhere where people meet هو حيث او مكان حيث الناس بتلتقي مع بعض طبعا نحن لسا ما قرنش التكتس بتاعنا بس هو بيدينا المين بوينت او الملخص بتاع الكصة او التكست اللي هنقرأ المين بوينت بتاع قصتنا بيقول لنا كانت الشجرة بتاعتنا دي الشجرة الوحيدة في كل الساحة وفي الوحيدة اللي احنا هندور في الاحداث المسافرين استريحوا تحت الشجرة حيث كان هناك الظل المسافرين استمتعوا طبعا بالظل ده والنسيم اللطيف تحتها في النهاية the travelers were sad about being unkind with the tree بولا في النهاية المسافرين كانوا حزينين بخصوص النوم وما كانوا لطيفين او طيبين مع الشجرة تعالوا نشوف بقى القصة عبر عن ايه عن وين قصتنا the travelers and the tree المسافرون والشجرة once there was a very big old tree in a hot dry land قلنا ذات يوم كان في زمان يعني شجرة كبيرة ضخمة في مكان حار او في أرض حار وقفة it had lived for many years الشجرة كانت عايشة في المكان ده لمدة سنوات its trunk was very wide and it had many green branches طبعا جزع الشجرة كان عريب جدا وكان طبعا عندها فروع خضرة كتير جدا it was famous الشجرة دي كانت معروفة او مشهورة because it was the only tree where it lived and it gave shelter and rested to hundreds of travelers as they moved across the country بيقولنا ان الشجرة دي كانت مشهورة او معروفة لانها كانت الشجرة الوحيدة في المكان اللي هي عايشة فيه ده طبعا كانت بتدي الناس مأوى من الحرياني وراحة كمان للمئات المسافرين وهما بيتحركوا خلال البلد او دولة بتاعتهم it was near four towns كانت بالقرب من اربع مدن and many villages وكورة كتير in its area في المنطقة بتاعتها and was a meeting point for traders وكانت طبعا في منطقة طلاقي الطقر one day two travelers كان في زاة يوم كان في اتنين مسافرين who were new to the area كانوا بداد على المنطقة دي were walking across the field and saw the tree كانوا ماشيين وهما ماشيين يعني عبر الساحة والحقل دا شافوا الشكرة دي it was very hot dry في اليوم دا كان الجو حار وقاف جدا وكي and one of them said واحد منهم قال let's stop under that tree خلينينا انا افتحت الشكرة دي where there is some shade حيث يوجد هناك بعض الظل that's a very good idea said his friend صاحبه رد عليه قاله لفكرة رائعة they rested under the tree and drank some water استريحوا تحت الشجرة وشربوا شوية ماية they then enjoyed the shade استمتعوا بالظل and the cool breeze بالنسيم لطيف as they were exhausted they soon fell asleep وبينما هما كانوا مرهقين ومتعبين واعوا في النوم أو غاصوا في النوم when they woke up لما صحيوا one of the travelers felt hungry واحد منهم كان جعين neither of them had any food in their bags ولا واحد فيهم كان معاه أكل أو طعام في شمتته so they looked up at the branches of the tree بصوا كده فوق على فروع الشجرة واحد منهم قال this tree is useless الشجرة دي ما فيش من فايدة one of them said it has no food for us ما فيهاش أي حاجة تبتكل وما فيهاش أي أكل لينا there are no nuts or fruit on its branches لا فيها كسرات ولا فيها فكهة على الفروع بتاعتها دي but it has shade and it's keeping us cool said the other التاني رد علي قاله أيوة ماشي كلامك صحة بس هي عندها ظل وطبعا هي لحفظتنا وخلتنا نشعر بالجو البارد ده but the tree here is the first traveler's words ولكن الشجرة سمعت كلام المسافر الأولاني اللي عمال يقول ما الفيش منها فايدة الشجرة دي and it was angry وبقت غطبانة جدا how can you be so ungrateful it said فبتقول إزاي إنت بقيت ناكر لجميل كده you came to me feeling hot and tired إنت قيت لي وإنت حران وتعبان I give you a cool comfortable place to sleep وانا ديتك مكان لطيف وبارد عشان تنفي and I properly and I probably saved your life وانا من المحتمل كمان إن أكون أنقصت حياتك look there is no other cool place to sleep near here مفيش أي مكان بارد قريب من هنا the travelers looked around them and saw the tree was correct بسوا حولهم كده وفعلا الشجرة كان كلام صحيح and feel very sorry وشعروا بالحزن ودي طبعا نهاية الكصة بتاعتنا بيقولنا عن the moral of the story يطر الدرس المستفيد من الكصة it's important to give value to small things in our lives من المهم ان احنا ندي email للحاجات الصغيرة في حياتنا ولازم نبقى grateful to others لازم نبقى ممتنين للاخرين اللي بيعملوا حاجات كويسة لنا ما نستقلش بأي حاجة بسيطة ممكن الحاجات لان لان ممكن تكون الحاجة البسيطة دي حاجة مهمة جدا ونحن مش مقدرين امتها حلوة الكصة والمورال بتاعها كمان رائعين اتمنى ان احنا نبقى grateful to every person and everything in our life دلواتي نبدأ نحل سؤال على الكصة بتاعتنا نحل read and match number one when something is useless لما شيء يكون عديم الفيت حول توصل إجاب أبدا مني okay we can't use it this is number one can you speak english this number two why are trees important for humans this is number three a breeze is a little wind number five i couldn't read when i was two مع يمكن ش بدر أكره لما كان عمري سنتين تمام وبكده انتهى درسنا النهاردة اتمنى يكون كان صحي ما تنساش تشرك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل دروس الجديدات مسلق ويا ريت تعمل شير لكل الفيديو هيت عشان تدعم القناة اشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله سلام